بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة 3 Part 1 Analysis of Double Reinforced Sections احنا عايزين لأول نعرف ان احنا عندنا في القطاعات نوعين نوع بيبقى فيه اللي ستيل موجود في التنشن سايت ويبقى المنطقة دي منطقة الكمبريشن اللي هي القرصانة هتبقى مسؤولة عن مقاومة اجهدات الضغط او السيكشن اللي عندي يبقى موجود فيه حديد في التنشن سايت بالاضافة الى القرصانة بيبقى موجود فيه ستيل في الكمبريشن سايت وطبعا فيه نسبة بينهم اللي هي الاريا ستيل داش على الاريا ستيل الكلام ده بنسميه ألفا اللي هي نسبة التسليح بتاع حديد الكمبريشن على الحديد بتاع التنشن سايت طيب ليه احنا بنستخدم الكمبريشن ستيل الكمبريشن ستيل بنستخدمه علشان في الحالة ديات انقل الكمية الخرصانة انقل الكمية الخرصانة طيب احنا عندنا القطاعين همت القطاع ده فيه اريا ستيل في التنشن سايت وده الكمبريشن سايت فيه الخرصانة هنا ده التنشن سايد ادي الستيل اللي موجود وهنا الستيل موجود في الكمبريشن سايد اللي احنا حنسميه الاريا ستيل داش اللاحظ توزيع هنا السترين السترين بيبقى لينيار ابسلون اس بتسوي f y على e s c اللي هي المسافة بتاعة نيوترال اكسيس دي داش المسافة اللي احنا شايفانها ديت ديت عبارة عن الديبس بتاع الكمبريشن ستيل الديبس بتاع الكمبريشن ستيل طب الستيل اللي عندي فيه سترين السترين ده هو عبارة عن epsilon s داش epsilon s داش طب توزيع السترس اللي عندي ادي بالشكل دوت المنطقة ديت طبعا منطقة التنشن احملنا فيها القرصانة وبالتالي بيبقى الستيل بس هو اللي موجود هو اللي بيقوم إجهدات الشد والتنشن فورس بتساوي أريا ستيل في F-Y وده التوزيع بتاع الاسترس في منطقة الكمبريشن ده التوزيع اللي احنا شايفينه طيب من الاكوليبرام ان احنا عندنا الكمبريشن دايما هيساوي التنشن فورس طيب التنشن فورس بتساوي ايه؟ بتساوي الأريا ستيل مضروبة في F-Y اللي هو الييلد استرنز طيب الكمبريشن فورس ديت لها حالتين حالة لما يبقى فيه خرصانة بس او يبقى فيه خرصانة وحديد موجود في الكمبريشن زود في حالة السينجل رينفورس وايه هي السينجل رينفورس التاني اللي هو القطاع اللي عندي زي ما احنا شايفين كده في حديد في التانشن سايد وخرصانة بس موجودة فين في الكمبريشن سايد في الحالة ديت بنقول ان الكمبريشن فورس هي الكمبريشن اللي جاية من الكونكريت ويبقى المومنت كبسة بتاع القطاع هو عبارة عن التانشن فورس مضروف في الدي مينس اي وان على اتنين طب في حالة الدابر رينفورس بنقول ان الكمبريشن فورس هي عبارة عن الكمبريشن بين الكمبريشن اللي جاي من الكونكريت والكمبريشن فورس اللي جاي من الستيل يبقى في الحالة ديت المومنت كبسة بتساوي الاريا ستيل في دي مينس اي اتنين على اتنين في ملاحظة هنا مهمة جدا ايه هي الملاحظة ديت ان الدبس بتاع نيوترال اكسس اللي هو بنعبر عنه بايه في الحالة التانية هيبقى اقل من الدبس بتاع نيوترال اكسس في الحالة الاولانية الكلام ده معناه ايه معناه ليس كونكريت ان احنا حنحتاج خرصانة اقل في الحالة التانية اللي هي الدبل رينفورس